لم تنتظر وسائل الإعلام الإسرائيلية صدور النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية اللبنانية للتعليق عليها وانطلقت من المعطيات والأرقام التي قدمتها الأحزاب المنافسة لحزب الله وحلفائه لتبني عليها قراءتها للمرحلة المقبلة في المشهد السياسي اللبناني مسارعة محللين إسرائيليين إلى الإقرار باحتفاظ حزب الله بقوته على صعيد كتلته النيابية قابلها غمزهم من قناة حلفائه استنادا إلى معطيات خصومه بالإشارة إلى أن خسارتهم بعضا من قوتهم الانتخابية وقوة تمثيلهم تمثل ضربة لحزب الله وتأكلا في التحالف الذي يدعمه نصر الله طلقت ضربة غير سهلة لكن حزب الله نفسه حافظ على عدد مقاعده في البرلمان لكن شركاءه تعرضوا لضربات قاسية لذلك لا يوجد أغلبية لدى اتلافه في البرلمان لكن مع ذلك حزب الله سيبقى القوى المركزية ومن دونه لن تألف حكومة ولن يكون من السهل تأليف حكومة الاهتمام الإسرائيلي بنتائج الانتخابات اللبنانية وبما ستفرزه من معادلات ينطلق من كونها انتخابات ذات أبعاد إقليمية لا داخلية لبنانية فقط بحسب مراقبين إسرائيليين الانتخابات في لبنان ليست شأن عربيا داخليا بل هي انتخابات سيكون لها أهمية كبيرة لكل المنطقة استباقوا خبراء إسرائيليين النتائج النهائية للانتخابات اللبنانية بالرغم من إقرارهم بأن النتائج حتى في صيغتها غير الدقيقة لن يكون لها تأثير حقيقي على قوة حزب الله ومكانته وتأثيره في لبنان دفع بعضهم إلى القول أن استثمار السعودية في زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قد أثمر كخصم سياسي مركزي لحزب الله وأن الهدف الأساسي المشترك بين إسرائيل والسعودية يتمثل في إضعاف تأثير الحزب في الحكومة اللبنانية المستقبلية ولذلك وفقا لهم يجب اشتراط تقديم أي مساعدة دولية للبنان والاعتراف بحكومته المستقبلية بتقليص تأثير حزب الله في الحياة السياسية في لبنان